تذكرنا في هذه النبوية بأن هذا سوف يحنس فهدي إذا كانت هناك قدر للصور فهذه قدر بدأت في التكوين فهدي فهي أشير للكم باوت الذي يقام بالتدريج أشير إلى أن فكرة هذه الحضارات القديمة بدأت من فعل تحت رعاية أمريكا بدل تدمير أصار سومر وتدمير داعش لكل الأصار التي تخبرتها في طريقها وتدمير الأصار الأخرى زي تماثيل جهوزة واليمن والأزال هلأ عندها في هذه الرواية من جولة النظر يعني مشهد كبوسي أنا أزني جدت هي بتروي الرواية من خلل ولد البيت دورك اللي هم عايشين في مدن الصور هي بتفترض أنه في مجموعة من وشك استطاعوا أن يقدسوا تفرق في البشرية فانعزروا عن باقية الناس واعتبروا باقية الناس لخارج الصور اللي احنا نبقى منهم طبعا معرفة شوية الحيوانات بيعيشوا مع الحمير والكلاب بالعرفة والناس عايشين دورة مدن الصور وأنا دورين دورة مدن الصور دوري فتكروا فيهم الأيام أنهم يمارسوا الحق على الطريقة القديمة هو الحق ومعتاد في مدن الصور بأن الناس بتدخل جوا أنبيب أو قواقع وتسمع شعور موسيقى وقالوا وغايع تطلع فيسا بتقعوا الكنسة اللي أقصناها دور قراروا لهم يمارسوا الكنسة بالطريقة القديمة والولد مسكي ببتاها نمسها ومات كيلو على رائعبتها وعلى صدرها ونزل على بطنها ونزل تحت بطنها فاكتشف إنه مش حاجة اكتشف إنه مفيش تحت بطنها أي حاجة وإنه ما عندهوش أعضاء التناسفية من هنا بيكتشف إن احنا عايشين في العالم آخر عالم عجاليك ليس من حق هؤلاء التناسف نسبة بسيط جداً من الناس اللي أعيشين برؤى هدن الصور فيهم ناس بالحيش 4000 سنة أو 1000 و100 سنة والناس ما بيتموتش ليه؟ ما بيتموتش الأسباب بسيطة جداً لأنه علم متطور وعلم زراعة الأعضاء والجينال والتكولوجيا عضرة كراءات الجوازة ممكن نعمل نسخة منها ونركة واحدة غدا عايز دماغ جديدة تتشارك حتى واحدة مكانة وبالتالي الناس بطلع التموت وبالتالي ورده أصبح من المستحيل لناس في طولة جديدة نعموها المتاحة لأن الناس اللي موجودة في داخل مدن الصور على قد المتاحة ومش ممنوع أي حاج يدفل في هذه السكة إلا لنبغي على العقل الكبير اللي بيدير هذه المدن من الداخل والعقل الكبير ده احنا طول دولة بتدور نحاول نعرف فالده ألا ولا إنسان ما نعرفش إنما هو عنده قدرة كبيرة على معرفة التخاطر عند الناس بيفكروا في إيه؟ بيعملوا إيه؟ والولد من البنت دولة بتدخدنا مقاهم هذا الباب إيه؟ إنهم بعد ما تشكروا معلومش عضوات نسولية بتدخدنا معهم في رحلة إنهم أقرروا ويتمرضوا ويتطربوا على الخرشيف العالم اللي هو الغر مع إلغاء العضوات القديمة يبدأوا يدوروا بقى تخدنا هدف رحلة سياحة زي ما عايزة بقى يعني إدخلنا عن الفرويد وإدخلنا عن التستوفيسكي وإدخلنا عن الواحي المعماري عظيمي وإدخلنا عن درمال وكان ماركسه وإدخلنا كل دخلنا لصالح هذا المجتمع اللي بيتبني ومتعى براوة ومتعى البروت لصالح الناس اللي ساكنين ده في المدن السوق والناس اللي في الخالق دولهم يعني يعيشوا زي الحيوان يعني بالأمانة يعني هذا أنا أعتقد أنها أحداثت في شكلها ضفرة بهذا العمل سمعت لها أنها كمان تستعرض بشكل إنساني كل ما حدث في العمل وأهم حاجة أعتقد في هذا العمل أنها استعرضت في وسط كل هذا الزفن أصوت يناير وأنهم أعيد بولد من بنتي يصوتوا يناير وبعدين يقولوا يعني ما هو الزفرات دي اكتشفون لها برضو في مدن السوق مضادات قاوية يجيبوا ناس يدخلوا جوها الزفرة ويتدعوا منهم من الزفرة وبعدين يعتاروا الزفرة وبعدين يوازوا الزفرة وبعدين الناس تتكرها الزفرة وبعدين الناس يتمنى أنها تعيش في عصمة قبل الزفرة وكل سوق طيبية يعني بالمانة يعني يعني شعرت يعني انخضار شديد أنه ده هيبقى لا مستقبلنا خصوصاً أنه يعني هناك مؤشرات أقول أنه كلام هذا ده هيقصر فأنا الآن هناك من يقول أن العالم ينتج الآن كل مئة سنة ما يساوي عشر تلاف سنة من عمر الحضرة المسانية هناك من يقول أن جينات الإنسان إذا فرضنا أن عمر الإنسان مليون سنة على الأرض فعمر الحضرة كله أربعين ألف سنة على الأقصر وبالتالي فإن أكثر جينات الإنسان هي جينات زي الدببة والنمور والسفر يعني يعني جينات رحشة وبالتالي عندها سألال المهداف لا يحددنا عشان تتسيب هل منطلق من هذا المطلق اللي بيقول هذا الكلام أن هذه الطفزة النوعية الكبيرة للعلوم لا يوجد ما يعادلها في التساوي من ناحة الحياة الاجتماعية لأن الإنسان لما انتقل من البخار العصر التكنولوجيا العصور المتالفة أخذ ده على ماهل شوية إنها مدربها هتهجم علينا كل هذه العلوم في هذا الوقت الضيف أنت يطلق غير صديق ماشاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة